احنا هنتكلم بقى على المباراة اللي بقى لها دوقتي قدقي حوالي 22 ديئة تقريبا صحي كده الاهلي وبيراميدز طلقت المباراة ما بين الاهلي وبيراميدز طبعا ده نهائي كاس مصر الاهلي كان فاز على سموحة بيراميدز فاز على الزمالك أصبحت المباراة بتاعت النهاردة هي محطة أنظار الكل مباراة النهاردة فيها حضور جماهيري جميل جدا ورائع الحقيقة في ليلة من الليالي الرمضانية الأروع والأجمل 20 ألف متفرج ومشجع منورين لاستاد في المباراة قاعدين على مقاعد المتفرجين بيتابعوا طبعا العشرين ألف تم السماح بدخول هذا العدب من المتفرجين من قبل اتحاد الكورة ورابطة الأندية المصرية المحترف خلينا نبقى منطقيين جدا أن المباراة فعلا مهمة المباراة فعلا الناس قاعدة بتتفرج عليها الكل أهلاوي زملكاوي بيتفرج الكل سموحة مصر إسماعيلي كله بيتفرج فالمباراة النهاردة مهمة وإحنا هنحاول نتابع مع حضراتكم طول الوقت إيه النتائج بتاعة المباراة حد دخل جميل من هنا هجمة مرتدة من هناك دايما هنيجي نقولك خليني قبل مطلع الفاصل أقولك على حاجة بسيطة يمكن كنت أنا اتكلمت فيها قبل كده كذا مرة هي ايه احنا بنعمل ايه في مصر أنا بقولك الكلام ده لأنه هو دايما ايه انت عارف احنا في مصر من 2014 دايما عندنا في بعض المواسم كده زي ما فيه مواسم للشائعات زي ما فيه مواسم لفكرة مش شائعة لأ التشكيك ده غير الشائعة بقى الإخوان بالمناسبة هم اللي هيبطلوا ولا هيكلوا ولا هيملوا من محاولة التشكيك طول الوقت في أي حاجة بتحصل في مصر وده أنا بلحظوا ازاي بلحظوا لما بلاقي الإخوان بيلعبوا على فئة عمرية محددة هم بيلعبوا على الفئة العمرية اللي هي كثيفة استخدام تطبيق تيك توك أو منصة تيك توك الفئة العمرية دي هي ولاد صغيرين يعني ممكن تلاقي مثلا من عنده 10 سنين يمكن اصغر مش عارف بس على حد علمي 10 سنين لحد ايه نص العشرينات قول 30 سنة ودي فئة عمرية عددها كبير موجودة في مصر طب الإخوان مركزين على الفئة دي ليه لأنه الفئة دي جزء منها يصنع مستقبلنا لهم الولاد الصغيرين اللي لسه ما دخلوش الجامعة دول وجزء منها يشكلوا حاضرا بشكل أو بآخر لهم طلبت الجامعة والناس اللي اتخرجت من الجامعة وبتشتغل ايا كانت المهنة يبقى الإخوان هنا بيركز على الايه تحديدا بيركز على بكرة مش النهاردة عاوز بكرة يبقى شاكك في اللي جارى النهاردة واللي جارى مبارح هتقول انت هتتكلم لغرة ما تقولك اطلاقا احنا في مصر الجمهورية الجديدة بتشتغل بقالها 8 والتسعة سنين بنشتغل بمنتهى القوة وبمنتهى القوة وكنا شغالين مصر كلها كلنا واحد واحد مصر بتشتغل بالتوازي مع حربة على الإرهاب كانت موجودة في سيناء تهديدات كانت موجودة على حدودنا الغربية في ليبيا مشاكل حصلة في البحر المتوسط اتحلت بأمر الله مشاكل كانت موجودة قبل كده في الجنوب اغلبها اتحل بأمر الله الى اخير فانت عندك دولة لأول مرة في تاريخها القديم والحديث تهدد من الاربع جئات الاصلية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا كويس وبالرغم من ذلك الدولة دي بنت تلاتين مدينة بالرغم من ذلك الدولة دي بنت عشرات الالاف من المصانع في ظل نفس ذات الظروف الدولة دي بنت مدارس بنت جامعات استصلحت اراضي بملايين الافدنة شقت الترع وبطنتها عملت انهار جديدة صناعية زي ما اكيد حضراتكم قريتوا وشفتوا واتفرجتوا واسمعتوا بنت محطات معالجات مية بتشتغل على مفاعل نوع انتاج الطاقة عمل واحد من اكبر حقول الطاقة الشمسية في العالم زي بنبان عمل حقول طاقة الرياح عمل مشروعات هيدروجين اخضر وامونيا خضرة بتبني مصانع للعربيات الكهربائية كل دا والدولة دي بتحارب ارهاب طيب وكل دا والدولة دي زيها زي دول العالم تعاني كانت من الازمة الاقتصادية بتاعة الكورونا اللي تسببت فيها يعني أو تسبب فيها وباقي الكورونا كل دا والدولة دي بتعاني زيها زي كل دول العالم مما يحدث بسبب الحرب الروسية الاوكرانية هيجي الاخوان او بالقصح بيجي الاخوان وبيجي يقولك ايه وهو احنا عملنا ايه طب وهو فين العوائد خد بالك ان انت بتبص ساعات على الامور بعين اللي بيقولك مش بعينك فانت بتبص على الامر بعين الاخوان فتيجي تقولي على سبيل مثال ايه اهمية ان انا بعمل البرج الايقوني في العاصمة الادارية اطول برج في افريقيا هقولك هو نفس ذات الاهمية مثلا بتاعت برج خليفة في دبي انت هنا بتعمل حاجة اسمها ماركتنج بليسمينت يعني ايه يعني انت بتمركز نفسك تسويقيا في حتة معينة وانت فكر دبي كانت بتعمل ده لمجرد انها تتباه ان عندها اطول مبنى في العالم لا ده كان تسويق ونجح واتى بثماره هي نفس القصة هتلاقيها كانت محطوطة في امريكا الزمان مبنى امباير ستيت على سبيل المثال للحصر يعني وهكذا وبالمناسبة هو كل الدول العالم بتشتغل كده سنغافورة اشتغلت كده الصين اشتغلت كده مصر بتشتغل كده ما كانتش بتشتغل كده لكن انت عملت ده انا هنا مش بقى اقولك بقى قصة البرج الايقوني لا هي قصة كل حاجة بتحصل في مصر ممكن اسألك سؤال بسيط وحاول تجاوبني عليه بعد اذنك وتقول لي لما احنا عارفين ان احنا عندنا رملة سودة بقالنا تسعين سنة ما استغلنهاش ليه طيب ولما نيجي نشتغل عليها خلال الكم سنة اللي فاتوا وبعدين الريس ربنا ديله الصحة يفتتح اول مصنع ومجمع ليه استغلال الرملة السودة في مصر اللي كانت بتتصدر خام بالطن بتراب الفلوس وترجع لنا في هيئة مواد وسيطة او مواد منتجة بشكل كامل يعني انا اللي مديهم الحاجة بتراب الفلوس يرجعوها لي وسعرها كأنه اغلى من الدهب الله طب انت مسألتش نفسك يا طرى ما استغلنهاش ليه طب بلاش السؤال ده ويا طرى هل طرى كيف تفكر في ادارة ونظام حكم ورئاسة ومؤسسات واجهزة وحكومة خدت القرار انها تستغل ثروة يقدرها العالم في شكلها الخام ب 16 تريليون دولار موجودة في مصر تجي تقول لي يعني هنعمل بيئة بلاش بقى السؤال بتاع يعني احنا هنبيع ب 16 تريليون ونوزعهم عن الناس اظن بقى احنا هتخطينا المرحلة دي بكتير اسمع احنا هنستغل الحاجات دي وهتؤدي الى ايه كذا الحال في اي مورد اقتصادي واي فكرة رئيس الجمهورية قال جملة لطيفة جدا قال حتى لو كان عندنا ضعف في الموارد الاقتصادية احنا ما عندناش ضعف في العقول والافكار بتجيب فلوس ده اللي بتحقق في مصر هيجي السؤال اللي بعده اللي انت عاوز تسأله يعني امتى هقول لك اصبر هتقول لي هتفضل طول عمرك تقول لي اصبر هقول لك كل الدنيا وراجع ورايا لو عدينا 23 مصر اصبحت المركز الاقتصادي الاول والاهم في المنطقة وفي افريقيا بالكامل ده كلام الاجانب على كل نروح لفاصل ونكمل الكلام بقى احنا كنا بنتكلم من شوية على الماركتنج بليسمينت طب تعالى كده نشوف تاني ماركتنج بليسمينت او مش بليسمينت او هي متعلقة بمسألة كيف تسوق المنتج عندي سؤال هو في حد في الدنيا ما يعرفش الاهرمات والمعابد والحضارة المصرية القديمة كل الناس عارف يا راجل ده لها علم باسمها اسمه علم الاجيبتولوجي علم المصريات بيدرس في اكبر الجامعات اللي في الدنيا اكبر الجامعات اللي في الدنيا يبقى كل الناس عارف طب هل ده معناه ان انا مش محتاج اسوق لا ده انا محتاج اسوق فلما افكر في التسويق بصور مختلفة وبزوايا جديدة ماه دي يعني كان زمان ممكن يبقى جزء من التسويق لها الحملات المعتادة اللي احنا كنا نعرفها من وإحنا صغيرين وكان بتحصل في كل دول العالم ينعمل فيلم كده ظريف لطيف ويصوروا مخرج اعلانات فز زكي شاطر جدا ويروح يصور لنا حاجات في الهرم وحاجات مش عارف من الدير البحري وحاجات مش عارف في سانت كاترين ونهر النيل والمركبة واليمامتين اللي بيطيروا والحاجات بتاعت زمان دي خلاص بقيت حاجة ما تنفعش بقاش حد بيعمل كده يعني ممكن تبقى موجودة بس ايه مش ده اللي بيعمل باز زي ما بيتقال يعمل هوسة دوشة في العالم بقى فيه زاوية تانية خالص طب تعالي نحكي حدودة في كندا حصلت الحكاية القاتية كما نرويها لكم عيلة من كندا العيلة دي اصيب الاطفال فيها بمرض امه اما طبعا يعني ولدين واول الوالدين يعني والاربع اطفال الاب والام اكتشفوا ان فيه تلاتة من الاطفال بيعانوا من مرض امه هذا المرض هيؤدي بيهم لفقدان البصر التدريجي الى ان يفقدوا بصرهم تماما لا قدر الله وانا اتمنى ان رباني سبحانه وتعالى يعني ايه يلهم العلماء والاطباء بايجاد علاج لهؤلاء الاطفال الاب والام خدوا قرار ان هما ياخدوا الولاد دول في رحلة حول العالم عاوزين الولاد يتفرجوا ويشوفوا ويكونوا ذكريات وصور في ذهنهم من اجمل مدن العالم بطبيعة الحال رحلة من النوع ده ما ينفعش ما تبقاش في مصر ما هو لازم ييجي ويشوف الاهرامات ويشوف ابو الهول ونهر النيل العظيم نهر الاساطير والحكايات لازم يشوف تيجي وزارة السياحة والاثار المصرية وتحديدا الهيئة المصرية لتنشيط السياحة تعرف انه العيلة عايزة تعمل الرحلة وانه الجدول موجود في مصر فتيجي الهيئة تتواصل مع الاب والام الكنديين وتقول لهم احنا مقدمن لكم دعوة دعوة كاملة متكملة لزيارة مصر الاستمتاع بالاثار المصرية بالحضارة بالمشاهد بكل شيء دول الاربع ولاد بالمناسبة اللي من ضمنهم التلاتة اللي بيعانوا من هذا المرض وبالفعل العائلة الكندية وصلت الى مصر وتم وضع بالفعل طبعا مسبقا تنظيم البرنامج ووضعه الى اخره وبدأت وزارة السياحة وتحديدا هيئة التنشيط بدأوا يشتغلوا مهم بقى على صور التسكرية والمزارات وطبعا الترجمة وطبعا المرافقين من المرشدين المصريين وما الى ذلك وبدأت العائلة الكندية ينشروا صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي عبر الحسابات بتاعته جدير بالذكر ان الحسابات بتاعت هذه العائلة او هذه الاسرة الحقيقة عليها ملايين المتابعين لانه العالم كله عارف القصة بيتابعوا القصة بيشوفوا يا ترى هيقدر يتم الوصول لعلاج ولا لا وبيتابعوا الرحلة بتاعت العائلة طب تعالوا نشوف الحدوتة بدأت ازاي جوه هيئة تنشيط السياحة دكتور عمر القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة زى حضرتك يا دكتور مسائل خير يا سيد مسائل فهم وحضرتك طيب رمضان كريم انا والله 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 واحنا عاديين في المكتب قلت لهم فكرة في منتهى العبقرية ده شغل حقيقي وبجد وزكي يعني الحمد لله اولا طبعا احنا يعني الحالة انسانية جدا جدا والتعاطف العالمي معها كبير جدا 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 والقصة بدأت من قصتنا معهم يعني بدأت من حوالي ست شهور عرفت جالي خبر احد الاصدقاء في الخارج بعتلي القصة وبدأت ابحث عنها ولقيت انه فعلا العيلة دي زي ما حكش راحت بالضبط هو ده اللي حصل معاهم وقرروا ان هما ياخدوا اطفالهم في جولة حول العالم لمدة سنة ولم ينقطوا عن الدراسة بالمناسبة يعني هما بيدرسوا عن بعض الاطفال بتدرس عن بعض مكملين حياتهم طبيعي جدا ما عدا الاب والام اللي طبعا اخذوا اجازة عشان يتفرغوا لبناء ما يقال له الزاكرة البصرية للاطفال دول وبالتالي بدأت ابحث عايزة وصل لهم مش عارفة وصل لهم ازاي دورت على حساباتهم على السوشيال ميديا بعتنا لهم يعني على المسنجر رسالة ان احنا كذا كذا ونحب ان احنا نستضيفهم وبعدها يمكن اسبوع لان هما كانوا بيتنقلوا بقى انا بين مدن في اسيا بشكل عام فاحيانا كتير ما كانتش بزا عندهم انترنت وكذا فوصلنا البعض قلت لهم الاحب ان احنا يعني تكونوا موجودين مصر كلها بترحب بيكم وهم الحقيقة فرح وفرحة كبيرة لانه زي ما حكي قلتوا فيها بالضبط الاطفال كان لفسهم يزوروا الاهرامات يشوفوا الاهرامات سمعين عنها سمعين عن الحضارة ودرسوا طبعا جزء من الحضارة المفضلية الحديمة وبالتالي الايقونة دي كان لازم تكون في مجمل الزاكرة البصرية ليهم واتفقنا معهم ان يكون ختام هذه الرحلة تكون في مصر وده بالضبط اللي حصل تم تنسيق البرنامج سياحي متكامل ليس في القاهرة فقط لكن القاهرة والأسر وعسوان في رحلة نيلية ما بين الأسر وعسوان وهم يعني بشاهدوا لك السعادة البالغة اللي كانوا فيها العيلة فالحمد لله الحياة المسألة يعني مشيت بالشكل اللي احنا عايزينه تكون الاستضافة ونتائجها ودعاية غير مباشرة حيك قلت عليها حصلت بالفعل العالم كله بيتكلم عنها طب هو من وقت ما بدأتوا تحاولوا توصلوا لهم إلى أن وصلتوا بالفعل وخدتوا منهم رد وقت قد إيه كان يا دكتور عمر يعني حوالي أسبوعين لكن الاتفاق على المواعين كان ده اللي خدت شوية وقت يعني كان احنا كنا متصورين احنا قلنا لهم في أي وقت مرحب بيكو طبعا ولكن هم علشان كان عندهم عايزين يشوفوا مناطق كتيرة خاصة في آسيا يعني يعني قرروا أن يكون الختام الزيارة أو ختام الجولة العالمية تكون في مصر فبدأنا بقى نتكلم في التفاصيل دي من شهر يناير الماضي وكل بقى الترتيبات الخاصة بالطيران والإقامة والبرامج السياحية ونشرح لهم القصص اللي ما وراء الأثر دي كانت بالنسبة للأطفال يعني مش عايزة أقول لحيك السعادة غير عادية طبعا فالحمد لله يعني المسألة جانب الشكل اللي احنا عايزينه بالضبع راحوا بقى فين في القاهرة معلش أنا بتقل عليك بس عايزة فيني هم راحوا طبعا منطقة الأهرامات راحوا المتحف المصري في التحرير راحوا المتحف الحضارة المصرية متحف القومي للحضارة المصرية راحوا منطقة القلعة وخان الخليلي ومعيز كل المناطق الموجودة في القاهرة فالبرنامج كان مضغوب جدا احنا كنا نحب ان هم يعودوا معانا فترة أطول لكن خلاص بقى كان لازم يرجعوا بلدهم علشان يتأليفوا حياتهم وبعدين طلعوا من القاهرة على لؤثر واخذوا رحلة ميلية ما بين لؤثر وأسوان زاروا بقى فيها بقى كل المعابد والمقابر اللي موجودة على ضفطي النهر طبعا كانت الحياة بالنسبة لهم طبعا غادروا ورجوا على بلدهم بالسلامة وكانت الحقيقة زيارة ممتازة يعني لا ما فيش مشكلة في الصيف بقى نبعت نجيبهم على البحر الأحمر ايضا كنا عايزين كنا عايزينهم نيجوا يعودوا يعني ثلاث أسابيع إلى شهر ياريت علشان نخرجهم على مصر كلها لكن جدوالهم بقى يعني كان يعني قاعدوا فترة طويلة خارج بلادهم فكان لازم يرجعوا عشان يبتدوا يستقنفوا بقى حياتهم بشكل طبيعي طبعا عندي سؤال يبدو غريب وهو إنه هل هم في إطار الجوالات دي إحنا كنا حرصين نفرجهم على مصر بقى الجديدة بتاعتنا يعني في ثوبها الجديد بعد ما قضينا على عشوائيات بقى بعد ما بقى في عندنا مظهر حضري وحضاري حديث زيه زي الدول اللي موجودة لأنه دايما كنت أنا لاحظ وأنا برا إنه الناس عندها في مخيلتها الهرم والجمل وصحراء ونهر النيل والسلام عليكم وده اللي بترواجوا برمضوا كمان بالمناسبة السينما هوليوود يعني فكانت الناس بتصدق ده هل هم تفرجوا على شوارعنا وعلى مدننا وعلى حياتنا يعني اللي حاجة بتقوله ده هو يعني يا قولا واحدا دي استراتيجية الترويج السياحي للهيئة في الخطرة القادمة إنه مصر لديها الكثير وليست هي كما تتوقع مسبقا يعني التوقعات المسبقة إنساها في حاجات تانية كثيرة في مصر إحنا ورناهم الأماكن الحديثة ولكن ليس لأنه البرنامج كان مضغوط فعلا يعني ورناهم المدن الجديدة اللي في القاهرة لهذا يبقى يشوفوا في الصبح مثلا بيعملوا زيارات في المعابد وفي المتاحف وفي الميل بيكون فيه فيه من المناطق الجديدة مثلا ليأخذوا العشرة طعام في المدينة زي الشيخ زايل أو التجمع إلى آخره لكن ما كانش فيه الوقت الكافي إن احنا نوريه كنا عايزين يعودوا كنا عايزينهم يعودوا أكتر من ثلاث أسابيع عشان حتى لما نوريهم الصحراء الصحراء بتاعتنا فيها تجارب مش مجرد صحراء جرداء طبعا ده أنا ودي الفيوم وودي سي وبقى وهيسوا بالضبط كده وكمان أنه دول أطفال فيستطيعوا أن يجدوا لهم في هذه الصحراء متعة ويعني مغامرات كان لا يمكن ينسوها لكن ما كانش الوقت يسمح بده وحياتك يا دكتور على مدخل الصيف كده نتواصل معهم تاني صيفك عندنا يجي بقى يقعد في قتل من القتلات بتاعتنا في العالمين الجديدة يستمتع بالجو الرائع كنا ده أصلها تلج يجي بقى عندنا يستمتع بالدفع والبحر المتوسط والرمال البيضاء والمياه الزرقاء هينبسط يعني إحنا عارفين إنها حلوة فإحنا عايزين الناس دي تيجي وتتفسح عندنا وتعرف إن إحنا مقصد سياحي طرفيه مش بس سايت سينج وسياحة ثقافية وحاجات زي كده يجي ينبسط ويهيس ويصيف صحيح صحيح إن شاء الله ده هنفضل على تواصل دائما معهم وخلاص إحنا يعني بقينا شبه أصدقاء يعني إن هم الحقيقة العيلة حسوا إن العالم كله بقى عيلتهم صحيح أصدقاء في كل مكان في العالم فإحنا جزء من هذه الصداقة الكبيرة وإن شاء الله يكون في تواصل كبير معهم بإذن الله أنا طولت على حضرتك يا دكتور كل سنة وحضرتك طيب ربنا يخلي كلب شكرا يا فندم كل الشكرة على يعني هذا الشرح الوافي وعلى الفكرة الرائعة وعلى تنفذها أيضا الجيد وعلى استمرارية التواصل مع هذه العائلة وغيرها من العائلات شكرا جدا دكتور عمر القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة بجمهورية مصر العربية تعال بقى نروح على خمسة مزيكة بقى تعارف إحنا تقريبا كل حلقة حلقتين لازم نتكلم عن الموسيقى التصورية والموسيقى بتاعت الدراما المصرية السندي في رمضان طيب إحنا شفنا مسلسل ضرب نار خلاص كده تمام بس أنا أعتقد زي ما إحنا شفنا ضرب نار زي ما إحنا سمعنا موسيقى بتاع مسلسل ضرب نار وسمعنا خيوط الذكريات مية فاروق طبعا الموسيقى للعبقري اللي مش محتاج مني أي شهادة على الإطلاق الموسيقار المصري محمود طلاط وبصمة موسيقية شديدة الخصوصية الأول أهلا بحضرتك وكل سنة وحديتك طيب ورمضان كريم وآلف شكر عن مزيك الحالوة الله يكريمك يا أستاذ يوسف كل سنة وانت طيب إزاي وحضرتك طيب إيه الأخبار كله تمام كله تمام الحمد لله رمضان كريم لن أخفيك أمرا وهو أنه وأنا بسمع تحديدا الأغنية بتاعت خيوطه الذكريات فإيه بقى اللي جيه في مخي هقولك الله يرحمه الله يرحمه يا رب فريد الأطرش أنا في رأيي أشطر واحد مزج ما بين البيانو وما بين الموسيقى العربي أو الموسيقى المصري أيوة صح فأول ما نسمعت بجد وانا رأيت كده برضو فريد الأطرش أوي أوي يعني أول ما سمعت الأغنية يا خبر قبل بقى دخلة مية فاروق بصوتها السحر كما جرت العادة الدخلة بتاعت بيانو وبعدين تريبين تريبين مزيك والله يجب أن قلت إيه ينهر بيض يا جماعة ده بقى مش مسألة فريد الأطرش يولد من جديد لا هي مصر والموسيقى المصرية واللادة واللادة عبقرة يعني طبعا 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 هل بيبقى لما بتيجي تألف موسيقى بهذا الشكل بتستدعي مثلا مثلا ذكريات شخصية ولا بتعتمد على النص اللي مكتوب بتاع المسلسل هو أولا نحن يعني لما بتفصل حاجة مخصوصة للمشهد درامي أو حاجة مخصوصة للمشهد دراما طبعا بتهتم أن أنت عايز تعرف الأغنية دي نزلة على أنه مشهد يعني عشان أنت في الآخر عايز توصل إحساس المشهد بس مش هي أنت بش تسمعها كأغنية سنجل بس لوحدها فهو دايما هتلاقيني في شغلي برضو بحب الحتى لما أبقى موظفة على الترامة أنها تقدر تسمعها لوحدها بعد كده دايما ما بحبش القولبة دي أن أنا أبقى مزموم فقالة معين أو حاجة يعني أعمل المعادلة الصعبة زي ما بيقولوا كده أنها تبقى تنفع تسمعها لوحدها بعد كده كأغنية سنجل صحيح 100% لكن ما بتستدعيش زي لو صح تعبير كده ذكريات مؤلمة تدي شيء من الشجن كده جو اللحنة أو حاجة وأنا ما بستدعيه عشان أنا تقريبا أن أعلمك بالذكريات لا 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 يا أخي ربنا يجعل كل حياتك سعادة دايماً كلنا عندنا المنطقة دي يعني أول ما على طول بفتكر بلدتي الله يرحمها يعني دايماً كلنا عندنا مشاعر كده خاصة بالذكريات وأوداع الذكريات والحاجات والحية هي يعني كان الحمد لله اختيارنا موفق أوي لنهي لأنها أحساسها جميل وهي كانت لسه كمان عندها والدها كان متوفي قبلها بسبوعين فقريباً فهي جات وهي بتغني يعني يعني مش عايزة أقولك كانت حلتها طبعاً 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 غنت من قلبها يعني من قلبها جات حتى جداً يعني احنا قلنا لازم نعيد عليك ولازم نشكرك على الموسيقى الرائعة ولسانة والتطيب ورمضان كريم ومن عبقرية إلى عبقرية متزايدة نشكرك مرسي لحضرتك ألف ألف شكر لك يا فندم كل الشكر الله موسيقارنا الكبير الأستاذ محمود طلعت مؤلف الموسيقى التصورية السنية طبعاً هون مؤلف موسيقى بشكل عام بس السنية دي طبعاً ركزوا مع الموسيقى بتاع الضارة بنار والأغنية الغنية فعلاً حلوة هي مؤلمة بس حلوة فاصل ونكمل الكلام أهلاً وسهلاً بيكم ويتجدد اللقاء الأسبوعي الرائع والمحبب إلى نفسنا جميعاً لقاءنا مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أهلاً بيك مولانا أهلاً ومرحباً بكم جميعاً وكل عام والإنسانية بخير وسلام اللهم أمين صدقة الفطر مولانا نخبها بقية على بعضها إحنا هنطلع صدقة الفطر قد إيه؟ نعم فلوس ولا حاجات تانية؟ وإمتى نطلعها؟ والحد الأقصى لإخراج أو المعادة بتاعها صدقة الفطر نعم ونطلع لمين؟ أحسنت وجزاك الله كل خير بسم الله الرحمن الرحيم صدقة الفطر هي صدقة تسمى صدقة الأعيان يعني على الأشخاص بتخالف زكاة الأموال ومن هنا فإنها عبادة باء مالية بيختص بها شهر رمضان صدقة الفطر بادي أزيبه فرضها أو جبها النبي صلى الله عليه وسلم من صاعا من الأطعمة التي كانت موجودة في يثرب المدينة آنزاك لقلة العملات النقدية لأنه كانت لا توجد لا عملات عربية ولا عملات إسلامية وما كان غير سائد إلا الأطعمة أما العملات النقدية كانت قليلة إما هندية وإما رومانية وهكذا عظيم صدقة الفطر طبعا هي بتساوي الصع يساوي 2 كيلو ونصف تقريبا ولذلك أحسنت دار الإفتاء صنعا حينما قررت أنها 30 جنيها نخديا لأنها قالت إنه ل2 كيلو ونصف قمح طبعا كيلو الأمح عندنا في الريف وصل 11 جنيه و33 إرش فهي بالضبط كيلو فعلا نظار الإفتاء أصابت وأحسنت أنها تقدر ب30 جنيها عن الفرد الواحد عن الكبير والصغير حتى لو ولد مولود للتعيد الفطر المبارك عن الرجل والمرأة عن الصحيح والمريض عن المقيم والمسافر عن من صام رمضان ومن لم يصم رمضان لأي عذر من الأعذار يعني هي بالخلاصة بتجب على كل المسلمين على كل كل حلو أبو طيب بالنسبة طبعا بننبه أن صادقة الفطر هي حق للمساكين زكاة الأموال لا دي حق لله تعالى يخرج المنصوص إنما دي بنقول حق للمساكين يبقى هنا بنراعي مصلحة المسكين بنراعي مصلحة المسكين مصلحة المسكين أنها في النقود ولذلك حتى في العصور السابقة الأولى كثير من العلماء قرروا أن هي بالنقود يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز ومن التابعين رضي الله عنه والحسن والإمام الثوري وطائفة كبيرة جدا كانوا يخرجون النقود وبهذا قال إمام الأئمة سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه وهو ما عليه الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصري والأوقاف والمجامع الفقهية المعتبرة إخراج القيمة النقدية أنفع للفقير لأن الإغناء وهو حكمة صدخة الفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم زل السؤال في ذلك اليوم بتخرج إن شاء الله نقوداً ثلاثين جنيه حد أدنى يسيد ومن أراد أن يزيد يزيد جزال الله عوزت خط مية خط ألف برحتك نعم برحته خط بالك نما يحد أدنى لأنها معمولة يعني أو مقدرة بالقمح المصري بطبيعة الحال هي بتخرج من الآن يعني حتى عجبنا رأي الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه هذا الرجل لأنه نشأ صراحة آنزاك في بيئة العراق بيئة العراق كانت تخالف بيئات أخرى في بيئات أخرى انكفأت على ظواهر نصوصية الإمام يعني نظر إلى مقصود النص وده كان من عظمة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أرضاً هو نظر إلى مقصود النص مقصود النص هنا أن يحصل الإغناء لأن بيئة كانت العراق فيها بيئة فلسفية بيئة منطقية بيئة حضارية آنزاك في عصر الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أرضاه فهو قال إنها بتدفع نقوداً لمصلحة الفقراء حضرتك طبعاً الإمام أبي حنيفة كما قلت قال إنها تدفع من أول يوم رمضان لذلك أنا أهيب بالناس الآن صدقة الفطر أرجو إخراجها فوراً لا تؤخر كما يقول بعض المتطفلون على موائد العلوم الشرعية إن هي وانت زاهب إلى المصلة زاهب إلى المصلة المحلات مغلقة والمسكين كان يريد دقيقاً وكان يريده خبزاً ويريده كعكاً ويريد ملابس لأولادي طبعاً كل هذا لا يحصل إلا بيئة النقود والأمر الآخر إنه يكون في سعة فالإمام أبو حنيفة قال إن صدقت الفطر مرتبطة بإيه؟ بشهر رمضان يبقى هي من أول رمضان إلى نهاية رمضان يمكن الإمام الشفعي قال إن من منتصف رمضان على كل حال إحنا خلاص دخلنا العش الأخير كل عام وأنتم بخير فإخراج صدقة الفطر الآن طبعاً حضرتك بتخرج لمين؟ للمصارف الثمانية أولاً المصارف الثمانية الآية ستين في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبين السبيل بس هنبدأ بالفقراء والمساكين لأنهم أحوج إلى هذه الأموال للشراء احتياجاتهم ويعيدوا مع الناس إنما بقى لو كما يقول بعض المتطفلون الذين لم يدرسوا للنصوص الشرعية ولا المقاصد الفقهية ما يقول لك لا طلع حبوب حبوب هيعمل إيه بالحبوب يعني لأن هذا لما يدرسوا 2.5 كيلو أو حتى كيلو أم هيعمل بليل هيعمل بليل هيعمل بليل يعني على العقول الشردة يعني حتى بعض المساكين يدلوا عادسة وكمان هيعيد بعادسة لها حولة ولها قوة هيروح يقايد لكن هما مش قادرين يقولوا بقى يطلع زبيب وإن كان الحكم تغير الزبيب زمان كان غزاء الآن حلوة لكن هو أف لعقول لا تفقه مقاصد الأحكام و لذلك ربنا نعى على قوم و بيّن لقوم قال في سورة النساء و لو ردوه إلى الرسول و إلى أولي الأمر منهم يعني العلماء في هذا الموطن لعلمه الذين يستنبطونه منهم هذه الأمة بحاجة إلى فقهاء يستنبطون الأحكام يفهمون النص دلالات النص مقاصد النص و دي إشكالية الخطاب الديني و أنا باعترف لك الخطاب الديني كثير من الناس الآن لا يفهمون مدلولات النصوص ولا مقاصد الأحكام فإما أن ينكفئ على بعض الظواهر النصية و يتعصب لأشياخ يمكن في حقبة راسية مضت و يرفض الإجتهاد و يرفض الواقع المعاش و يرفض الواقع المعاصر و من سما بيوقع الناس في حرك يعني هقولي سيدتك برضو و إحنا في الحلقة المباركة قلنا أن المصلحة الآن للفقير أن يأخذ نقودا في صدقة الفطر صحيح و المصلحة للفقير أن يأخذ صدقة الفطر من الآن ليتمكن من الشراء صحيح على مواقع التواصل الاجتماعي الذين لم يجلسوا لا إلى فقير و لم يتعلم و لا أصول الفقه و لا أحكام و لا أحديث الأحكام و بعدين هقولك بقى فيه إشكالية جاية هيسيروها أن هم لازم يسيروا قلاقل هايجي يقولك بقى مدرس المشاغبين ايه؟ هقولك ده العيد جاي يوم جمعة ينصلي العيد و نهمل الجمعة ينصلي الجمعة و نهمل صلاة العيد خطأ نصلي العيد و نصلي الجمعة أما ما ورد من بعض الأخبار والآثار ده كان في حق أهل البادية لأنه كان زمان و أنت تذكر هذا أيام أجدادك فيه الوجه الإبلي في الصعيد كان يوجد مسجد جامع واحد في القرية اللي هو المسجد العطيق فاكر يقوم الناس بقى اللي على المجورين العزب و البوادي يأتوا من مسافات جميل أيام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شوف بقى و ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم و وجد أن فيه أهل بداوى يأتون من على مسافات بعيدة عشر خماشر كيل فخيرهم لأن استحالة النسجة هتصلي العيد وترجع إلى محلهم وتعود تاني الأداء صلاة الجمعة فخيرهم قال لهم أبو الزبط رحمة من الرسول بأهل البداوى قال إما من صلى العيد يبقى لا يصلي الجمعة ومن لم يصلي العيد يصلي الجمعة لكن الحكم هذا في أهل البداوى قال الفقهاء سواء الحنفية والمالكية والشافعية وهو المفتى به الصحيح من الحنابلة أن إن شاء الله نصلي العيد ونصلي الجمعة لزوال العلة لزوال حتى الرسالة السلام ورد في حديث لو أن الحديث في مقال قال فإنا مجمعون يعني سنجمع ما بين صلاتي العيد وصلاة الجمعة فإن شاء الله سبحانه وتعالى بنفقه أن نصلي العيد ونصلي لأن الآن البلاد دي رأس غريبة أوهولة امتلأت مساكت ده احنا اللي محتاجين الصلاة امتلأت مساكت ده احنا اللي محتاجين الصلاة ده احنا اللي محتاجين الصلاة الله بقى هنعمل ايه مدرس المشاغبين ما زالت قائمة عايزة تثبت وجودها وتحلل الجرشنات بلغتكم في الصعيد فيعمله ايه يجي في صداقة الفتر وقولك حبوب طب هقوله لأ سيبك من القمح هتقعه الرز بخمسة وعشرين جنيه يلا طلع سبق هتقطر طلع مخمته سبعين جنيه يقدر طلع بالزباب مش هيقدر هو بقى عايز يشطر على العتس وحتى هو مش مدرك ان الطام والغريب ان العيال دي قوم عايزين يخطأوا دار الافتاء المصري يعني شوف النهاردة اخناقيات العلم خطأ دار معتمدة هي المعتمدة في العالم الاسلامي كله دار الافتاء المصرية ويطلع وان شاء الله يهديك العمر في نص دقيقة هيطلع برضو قولك ينصلي العيد ينصلي الجمعة لأنصلي واحدة منهم صلي العيد وصلي الجمعة واخر صدقت الفطر نقودا ومن الان للفقراء وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله شرع الله ده احنا اللي محتاجين الصلاة يا جدعي ده احنا لولا اكل العيش نعود نصلي من اول اليوم لحد ما نروح في النوم ده احنا معدين برحمته بنتلكك في الصلاة مولانا نورتنا وشرفتنا وقفتنا مجرد العيد وحضر بالصحة والسلامة كل الشكر لمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر صلي على قد ما تقدر واسيبك من العيال أي كلام دول صلي على قد ما تقدر وطلع صدقة الفطر النقود الناس محتاجاها بس كده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولو كلنا العمر نقابلكم بكرة إن شاء الله في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامت